ومن جانبه يقل وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي أن بلاده لن تتوقف عن تعزيز قوة دفاعها الوطني طالما تبقى ذريعة تهديد لدى بعض الدول القائمة قال وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي خطابا بشأن التجربة الأخيرة للصاروخ الباليستي خرم شهر وهو صاروخ استراتيجي مدى نحو 2000 كم ودعه متفوق حيث يتمكى من اختراق نظام الدفاع الجوي العدو وتنفيذ ضربة دقيقة للهرف أكر حاتمي مجددا أن إيران لن تتوقف عن تعزيز قوة دفاعها الوطني مضيفا أن قوة الدفاع الجمهورية الإسلامية وقطرتها الصاروخية تهدف للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة ومنع خاطر التطرف وفرضت الولايات المتحدة عرضا من عقوبة طلع طهران بارتوليد دونالد تراب منصبه في يناير الماضي وردا على ذلك قالت إيران أن تطوير الصوريخ الباليستية هو حق غير قبل التصرف ولذا ستستمر بذلك دون توقف